موسيقى نحن نتوجد الآن في حديقة تسمى حديقة باركة محمد وهذه الحديقة قمت بها 25 سنة من بعد أن تحيدوا هذه الجبال من هذا الرملاء و لم يكن لديوا دراسة لهذا المشروع كانت واحدة في 6 ديال المقاعي الرملاء أغزيت هذا المكان كان مكان جميل و لم يكن لديوا هذا المشروع في المشروع بعد المفهوم هذه الحديقة تصوبت حديقة بدون إنارة بدون كراسي وهذا هو المدخل في المدينة الصورة من جهة مدينة أقادير و كمدينة سياحية و عندها أوج عالمي و عندها البصمة عالمية و تاريخ و تقصدها السياح تتسأل الناس بزاف كيف ندخل المدينة في هذه الحالة كانت تخسر أموال كثيرة نقدر نقول لك مالغير تخسرها لا يوجد شيء وهو غريب جابوا أجنبية للصويراء لكي يتكلف بعض المشروع سائق ديالها العمال اعتهم لها شدت فلوس كثيرة باش تقدل حدائق ديال تنقيت بالماء اللي قوتا قوت ما كينتشي حاجة هذا نداء للسلطة المحلية و المنتخبون باش الالتفات لمدخل مدينة الصورة من جهة مدينة قدير لهذه الحديقة و لكين من مورا هذا الرمز تاريخي ديال بركة محمد هنا قبل كان مكان جميل كان فيه ورود كان فيه أزهار في هذا المكان ديال الديونات اللي قوتا قوت تشيح حاجة ما خدمانا مكتوعين كل شيء مكتوع تدور ديال السكينة ليهو تيخسر هذا الشيء صراحة هاو شركة تتصوب هذا الشيء واني مكين سويفي مكينش عامل ليتي يحرص هذا المكان يا بنار يا بالليل هو اللي يخسطي مكينة الدر بكري تكون حراسة الحادقة وطوعية للسكينة من طرف الجمعيات ديال البيئة من طرف المجتمع المداني هناك مصلاحة ديال البستانة في البلدية يخرجوا يخدموا وكانوا برناق وكانوا المشروع للشركة وكانوا يخدم عامة من الشهور وكانوا يزيد وكانوا ضائرة لا يوجد حاوية الأزبل هناك المواطن لا يوجد حاوية الأزبل وفي هذا المكان المتواجد هناك زحفة الرملاء أقل الجيد وكانوا داخل الشنط وكانوا 3 كم وكانوا المشاريع هناك كيوسكو وكانوا مرحض هجمات الرمل وكانوا مدينة مدينة صغيرة ليس مدينة كبيرة بحل مدينة أخرى مدينة صغيرة نحافظوا على الجمالية لا يوجد أنها الوقت وكانوا مفقوة نستقل لها لا يجب أن نفاتي شيء يزونا شيء يزونا جردا يجب أن نفاتي شيء يزونا يدرون شيء يزونا يدرون شيء أرزونا يدرون شيء ألعاب يتعبون فيهم أطفال يجبنونهم حيث جردا جاءت في الواجهة جردا جردا إذا جيتنا ولدتك لا يوجد في الغدي إذا لم ترى مرافق سيتقل لبداع ونظروا إلى المدينة يجب أن نتطلب يجب أن نسؤول يتعبون مع المدينة يتعبون إلى أقطاب العالم ويثمين لا يجب أن نكون من المدينة لا يعطينا لأنه كافية لأن الأنسان يظهر الأنين يكون عين كبيرة وغادي يفرح وغادي يبسط مع وليداته أنت تشوف هذه الخصوات التي كنا هنا يرى عامين هذه والثلاثة عمر الماما مدكب فيها هذه المنطقة يسود هذه النوع من الإهمال من طرف الجهات المختصة وأنا كسائح كنا أعطوهم نصيحة أنهم يقدوها وغادي ترى انتباه للتزوار والسياح كذلك وقد أتمنى مدينة الصويرة تدخل عجلاً لكي تقدد المناطقها وتعطوهم اهتمام لأنه كان تعطي نظرات الصويرة كانت تعطيها واحد الرونق و واحد الجمالية مع أن الصويرة عندها بحر رائع وعروف على السعيد الوطني لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس